السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ الدكتور محمد رضا العدل كلفني بتسجيل المحاضرة نيابة عنه وإليكم العناصر الأساسية التي أبلغني بها أستاذي العزيز الأستاذ الدكتور محمد رضا العدل العناصر الأساسية في مادة تاريخ الفكر الاقتصادي أولا المساهمات العربية الكلاسيكية في الفكر الاقتصادي يندرك تحت هذه المساهمات العربية مساهمات المقريزي في الفكر الاقتصادي والأفكار الاقتصادية في إغاثة الأمة بكشف الغمة وده كتاب المقريزي ومساهمات ابن خلدون في الفكر الاقتصادي والتحليل والأحكام والاستنتاجات في مجالات التنمية والعدالة الاجتماعية ودور الدولة العام ورقم خمسة سياسات التنمية وتكوين القيمة والأسعار وغيرها من المفاهيم الاقتصادية يبقى تحت بند مساهمات عربية كلاسيكية في الفكر الاقتصادي تندرج أفقار المقريزي وابن خلدون ثانيا أفقار اقتصادية في عصر ما قبل ظهور آدم اسميس كانت هناك أفقار اقتصادية أو مساهمات فكرية في تاريخ الفكر الاقتصادي يندرج تحتها أفقار الفراعنة واليونانيين والعصور الاقتصادية في أوروبا والتجاريون أو الميركنتاليزم والطبيعيون والفيزيقراد كان لهؤلاء مساهمات فكرية في عصر ما قبل آدم اسميس ثالثا آدم اسميس وريكاردو كمؤسسين للاتصاد السياسي الكلاسيكي رابعا عوامل ظهور وتطور وأفول النظرية النيوكلاسيكية خامسا عوامل ظهور وتطور المدرسة الكنزية سادسا كارل ماركس باعتباره مؤسس الاقتصاد الكلاسيكي الماركسي تحت كارل ماركس هل تناول الفلسفة العامة لمركس وأهم القوانين الاقتصادية ومقارنة بينه وبين عدد من المفاهيم والأحكام الكنزية مثل العرض الكل والطلب الكل والتشابه والاختلاف بين ميل معدل الربح نحو الانخفاض عند ماركس واتجاه الكفاية الحدية نحو الانخفاض عند كنز سابعا المدرسة الكنزية الحديثة وأهم النظريات الكلاسيكية المحدثة دول هما نيو كنزيا والنيو كلاسيكا النظريات الكنزية الجديدة والكلاسيكية الجديدة وثامنا وأخيرا بعد المراجع المرجع الأساسي في مدى التاريخ الفكر هو كتاب تاريش الفكر الاقتصادي لجون كينيث جالبرس وأيضا عدد من المقالات العلمية من مجلات متخصصة في تاريخ الفكر الاقتصادي التي حددها الأستاذ الدكتور محمد رضا العدل أخيرا انتهت المحاضرة وسوف أقوم إن شاء الله بمحاولة شرح لهذه العناصر اجتهادا مني وبعد عرضها طبعا على أستاذي الأستاذ الدكتور محمد رضا العدل وبنساهمة بعد الطلبة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته